السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الله بالصف الثاني الإعدادي أهلا ومرحبا بكم في قناة Science Capital مع الأستاذ محمد رحمي أعزائنا الطلاب النهاردة هنتعرف على منهج الساينز السنة دي إن شاء الله سهل جدا ومتكون من ثلاث وحدات الوحدة الأولى بتتكلم عن كيميا أو كيمستري الوحدة الثانية بتتكلم عن علم البيئة أو الإيكولوجي وبتتكلم عن الغلاف الجوي والوحدة الثالثة بتتكلم عن البيولوجي أو الأحياء والكئنات الحية والحفريات إلى آخره النهاردة إن شاء الله سنتكلم عن الوحدة الأولى اللي بتتكلم عن الكيميا يونت 1 العنوان بتاعه periodicity of elements and their properties يعني دورية الخصائص بتاعة العناصر وخصائصها نبدأ مع بعض الشباب يونت 1 هو يتكلم عن elements أو العناصف الكيميائية اللي موجودة حوالينا في كوكب الأرض والعلماء اللي اكتشفهم إن خصائص العناصر دي بيحصل لها عملية تكرار أو periodicity وتحطط في جداول أو tables وبعد كده بدأوا يدرسوها ويقسموها ويصنفوها إلى آخره فعنوان الوحدة periodicity of elements and their properties تعالوا مع بعض نشوف ماهي أهم الدروس أو الأربع دروس أو الأربع دروس اللي موجودة في الواحدة دي زي ما نرى في الشريحة يقول لك four lessons أول واحدة ultimate of element classifications يعني محاولات تصنيف العناصر بتاعة العلماء يا ترى كام محاولة هناخد ثلاث محاولات بعد كده graduation of properties of elements in the modern periodic table يعني آخر محاولة اللي هي الجدول الدوري الحديث فيه تدرق في الخصائص في العناصر هنبدأ نشوفه الدرس الثالث المجموعات الرئاسية في الجدول الدوري main groups in the modern periodic table وآخر درس هناخد مركب مهم جدا ومركب الحياة اللي هي المي طيب نبدأ ما بعد الدرس الأول اللي هو محاولات تصنيف العناصر وتقسيم العناصر طيب طبعا إحنا عارفين إن كوكب الأرض اللي إحنا عايشين عليه ده مقاوم من عناصر كتير جدا وكلمة عنصو الحقيقة أو element المقصود بها مجموعة من الزرات نفس النوع أو نفس النوع الزرات لا يوجد أنواع تانية معهم مثلا لو أنت ماسك زرات من الحديد لا يوجد زرات من نوع تاني كده بقى element لكن لو مع زرات من نوع تاني كده مش element يبقى شرط أن أتكلم على حاجة وقال عليها أنها element أو صورة من صورة المادة مثلا المادة دي نقية element أو صورة عنصرية أنها لازم تكون كل الزرات بتاعتها من نفس النوع طيب يا ترى العلماء عندما اكتشفوا المادة دحة دودان حاس و ألمنيوم إلا آخره نحن نريد أن نقسمهم أو نسيبهم كما هم قال لك لا معددهم كبير جدا وكلمة تصنيف العناصر أو عندما يقسم العناصر أو صنفها لكي يسهل درستها بعد ذلك فمثلا إذا افترضت أن أقول لك أنت عندك على كوكب الأرض خمسين معدن مختلف المعادن أو النوع من elements عندك منه 50 50 مثلا يقول لك افترض خصائصهم 1 2 3 4 هذا معناه أن أي واحد في الخمسين هم دول الأربع خصائص وليس تحتاج إلى تدفس كل واحد في الخمسين بالضبط أنت محتاج بس تعرف الأربع خصائص كأنك درست الخمسين عنصر فلما تأسم أي حاجة وتصنفها هذا سهل الدراسة الحاجة الثانية إن عملية التأسيم والترتيب هذه عملية موجودة جدا موجودة في حياتنا وده حاجة طبيعية يعني زي ما تقول حاجة موجودة جوه الإنسان عندما تدخل قطة حاجة الثانية تبدأ ترتب كل حاجة الوحدة يجب أن ترتيبها جميلة الإنسان أصلا طبيعته النظام هو عايز ينظم العناصر يرتبهم فما ننجي في الاختبار يقول لك جيف ريزو مني أتمبتس مياد باي ساينتست فور كلاسفيكيشن أوف إلمنتس يعني للعلماء بيحاولوا منهم يقسم العناصر الآخره زي ما قلنا دلوقتي ها تو بي ايزي ستودت يعني إيه يعني نقدر نربط العناصر بخصائصها عشان عندي خمسين ستين عنصر أربع خصائص تنطبق عليهم كلهم أنا كده وفرت على نفسي وقت وجهت وبدأت أن أنا أتفرغ بقى الحاجات أهم طيب تعال نشوف سؤال مثلا بيقول لك إيه ده ممكن يجيلك في الاختبار بس لو جالك أنت هتقول قسميهم بس يعني هو ده اللي نحن نخطف الدرس ده منشان موست امبورتن تقتمت ستوكلس في إلمنتس acoknowصص معقاب للمحاولات لتصنيف العناصر علفك محاولات تصنيف العناصر كثيرة جدا Про وضع ما يعرض بعد شوية لتدريس منهم 3 محاولات أول واحدة مانداليفز بيرو دك تابول يعني الجدولة الدوري العاليудь اسمه مانداليفز موزلي بيرو دك تابول الجدولة الدورة العاليم موزلي والجدولة الدورة الحديثة ماردن بيرو دكتابول يمكن أنت تحديث قisstها بسؤال لكن بعناله إن محاولات تانية لتصنيف العناصر هتلاقي عندك صفحة كاملة ولستة من العلماء بتعدي الخمستاشر اسم بدأهم قبل مندليف اللي هو أصلاً يعني إحنا واخدينه كأول واحد أو أول محاولة ده مش أول محاولة ولا حاجة ده فيه قبله محاولات كتيرة جداً بس نزامة تقول إنها كلها محاولات بدائية أول واحد بدأ ياخد التصنيف على محمل جد فعلاً ويكتب بقى أرقام كده بتعبر عن كل العنصر ويدي إدرس الخصائص بشكل دقيق هو العالم مندليف فقلنا هنبدأ من عنده فخلي بالك إن المحاولات ده مستمرة وممتدة من قبل مندليف كمان فأنت اللي عليك منهم الثلاث محاولات اللي قدامنا على الشريحة دي طيب هنبدأ بالعلم مندليف صورته قدامنا هي تشباب مندليف زيبرودك ديبل يا ترى عمل الجدوة للدوري بتاعه ازاي؟ تمام؟ تعالوا نشوف أول حاجة لازم تعرفها المقدمة دي يعني أنا بعتبر العناصر دي مقدمة أو الخمس جمل دول تتساءل فيهم ازاي؟ هنعرف دلوقتي أول معلومة بتقول لك إيه؟ في الجدول الدوري المندليف التزافرستريل بريودك ديبل يعني هو أول جدول الدوري حقيقي يعني أنا هبعت لك دلوقتي شوات صور هتشوفها دلوقتي هاو هتلاقي إن فيه جداول تانية بس مقدار شوات دوري مجرد شوات لستة كده لستة مكتوف في العناصر واحد اثنين تلاتة أربعة وخلاص مالهمش أي معنى؟ مفيش تكرارية في الخصائص يعني ما ينفعش مثلا تقول بعد كل خمس عناصر الخواص بتتكرر تاني لا مفيش جدول بريودك ديبل جدول دوري كل المحاولات اللي قابليهم هي مجرد قايمة كانت بين فيها العناصر ولما حاولهم يجمعوهم كانت محاولات فشلة مثلا يقول لك العناصر دي اسمها العناصر النارية العناصر دي اسمها العناصر الارضية لأنها المعادنة موجودة في الأرض بشكل كبير إلى آخره يعني تحس أنها أقرب إلى لعبة مش حاجة علمية مجرد بس وجهة نظر علم لأنها يقسمهم للثلاث أقسام لأنها أول محاولة أو أول جدول دوري حقيقي لها مندليف فممكن تتسألها في الاختبار ويقول لك وقت يبقى على طول مندليف زي بريودك ديبل المعلومة الثانية في الوقت ده الجدول مكانش فيه غير سبعة وستين عنصر بمعنى العناصر دي اسمها العناصر يعد من المئة وتمانية والمئة وتسعة ممكن أكتر في العناصر صناعية وفي الوقت المكانش فيه غير العدد ده فلما يأتي في الاختبار يقول لك أحد الجداول التي يحتوي على سكستي سفين المنت يبقى على طول أنت عارف وان افزا بريودك تابل يبقى هو على طول مين الماندليف زي بريودك تابل يبقى هذه الميزة الثانية في الجدول ده انه كل العناصر اللي فيه سبعة وستين وسيبقى مكن فضيلا ان كان متوقع انه فيه عجات هاتوكتشفه فعلا يبقى الراجل ده كان عارف ان فيه لسه عناصر بنقصة كثيرة جدا طيب المعلومات الثالثة ما تسألتش كتير بس يعني لو قالك ايه اسم الكتاب اللي الراجل ده ألفه هتقول له هاتو بوك اسمه برينسبال أوف كيميستري مبدئ الكيمياء تمام طيب نكمل جنسيته ايه هاتو راشن ساينتست عالم روسي مش موضوعنا برضو بس حاول تعرف المعلومات دي برضو يعني حاول تعرف شات معلومات دي اهم معلومة فيهم بقى لما جاء لقى الخواص بتتكرر ايه الخاصية اللي تكررت او هو يعني بنى جدوله بناء على خاصية ايه بناء على خاصية اسمها الوزن الزري كيف احنا دلوقتي متفقين ان هو قسم جدوله ولقى ترتيب الخصائص بناء على خاصية اسمها ايه الاتومي كويت او الوزن الزري وقوعة تنسى الكلمة دي انا ما قلتش عادة زري انا بقول الوزن الزري الاتومي كويت تمام شبابنا؟ تمام يبقى دي خمس معلومات مهمة جدا نحاول نعرفها عن العالم ده اللي هو اول محاولة لتصنيف الايه؟ لتصنيف العنصر طيب يطر لو سألني في الاختبار بقى وقال لي طيب ايه هي الخطوات اللي عملها علشان يعمل الجدول الجميل اللي احنا شايفينه ده طبعا انا هجيب لكو صورة جدوله حقيقية يعني هي مش دي صورته بس انا اواركو الصورة الحقيقة بتاع الجدوله قال لك طيب اول حاجة الرجل ده جاب بطاقة صغيرة كده كاردس زي الكوتشينا كده وقام بعرض العناصر وعرف ان فيه مثلا سبعة وستين عنصر سيكستي سيفن المنت يبقى جاب سيكستي سيفن كاردس ايتش كارد ريبرزنت ان المنت يعني كل عنصر متمثل في بطاقة ايه؟ ها في بطاقة واحدة ركز في المعلومة دي يبقى اول خطوة عملها علشان يبني الجدول للدوري بتاعه طيب وبعدين ايه الخطوة اللي بعد كده؟ تعال نشوف اكيد طبعا بدأ يحط البطاقة دي قدامه ويبدأ يشوف ايه اهم المعلومات اللي سجلها عن عناصر دين الكتب يعني مثلا الكتاب ده بيتكلم على الالمونيوم انا مهمنيش المعلومات دي كلها انا هكتب في البطاقة اللي عندي دي شوية حاجات هختار له مثلا رمز ولكن اول حرفين في اسمه ايه المثلا الالمونيوم زي ما انت شايف كده في الشريحة دي طيب هكتب اسمه علشان لو نسيت الرمز افتكب الاسم يبقى اعرف ان الرمز ده بتاع ايه؟ وهكتب يبقى هكتب في البطاقة ركز في كل بطاقة من السبعة وستتين بطاقة هكتب الاسم بتاع العنصر والرمز بتاعه والخاصية اللي انا هرتب بيها اللي اسمها ايه؟ هه؟ الاتوميكويت الرقم اللي تحت اللي انت شايف ده وازنه قد ايه؟ ولو فيه خاصية مهمة هكتبها مفيش خلاص يالها الامبرتنت بروبرت ازاي ايه مثلا؟ افترض مثلا عنصر ده بيشتعل لو اتعرض للهوا مثلا؟ او لو اتعرض للمية انا هكتب المعلومة دي افترض ده عنصر من المعادن وبيلمع افترض مثلا عنصر ده حديد ولو خاصية مرنطسية فانا بكتب اهم الخصائص اللي ممكن احتاجها بعد كده وممكن ما يكونش كتب خصائص كتير يبقى خلي بالك لو قالك في الاختبار what is the important information ذات مانداليفس wrote on his cards او كتبها على البطاقات بتاعته على طول تكتب لي التلاتة دول يبقى هي دي المعلومات بتاعة كل عنصر داخل كل بطاقة طيب يبقى الاول عمل 67 بطاقة اتنين كتبت ثلاث معلومات دول على كل بطاقة ماشي ايه المعلومة التالتة او الخطوة التالتة علشان يقدر الراجل ده يبني الجدول بطاقة تعالوا نشوف مع بعض بدأ بقى يعمل الجدول ويرتب البطاقات دول في الجدول بس بشوية شروط هيرتبهم بناء على ايه يعني مثلا ايه هي اول بطاقة ايه تاني بطاقة بناء على ايه قال لك بقى بص يا سيدي الراجل ده قال انا هرتب البطاقة دي قدامي من الصغير الكبير اهو هي الرينجد ارا معايش راحتي كويس قوي بقى هي الرينجد السيكستي سيفن ايلمانس يقول لها نفس الخصائص تحت ايه؟ تحت بعض وبعد كده بدأ يحط العامل دي جن بعض ويحاول يكون جدول بحس ان انت لما تمشي تلاقي الخصائص بتتكرر معاك او كل مرة ابدأ من نفس العنصر او من نفس المجموعة ابدأ منها مرة تانية فقال لك هاو اقوردنج تو زير اتوميك ويتس ويتش انكريس باي وان فروم زالفت توزرات يعني الارقام بتزيد بواحد من الشمال اليمين طول ما انت ماشي في الجدل كل شواء الارقام تزيد واحد ان هروزينتا الروز في صفوف افقية تسمى بيريودز او دورات يبقى ده معناه ان الجدول في فيرتكال كولومز او اعمادة رقصية فيها العناصر اللي لها نفس الخصائص اسمها جروبس مجموعة وفي فيرتكال بيريودز اسمها دورات يبقى خالي بالك الجدول تكون من نقط ونقط مستقرب امتنج سبعة وستهين بطاقة ماذا هي نقطة او اكتب فيها؟ لا تبقى خلال مجردينة وهاولزينتال بيريدز يعني اعمادة رقصية ودورات افقية يبقى خلال جدول فيه كام كارد او كام اليمينت او هتكتب سبعة وستهين تمام ولا ايه؟ يبقى خلالي معلومات بسيطة او سهلة وانا اعرف انها بس عشان الدرس جديد ممكن انت هتحتاج تقراها او تتفرج على الفيديو مرة او اتنين وتكتب الحاجات دي في ورقة وتحفظها بس الساعة الدانية حاجات سهلة هي بتتنزلها بسرعة قبل سهلة طيب احنا كده فهمنا هو عمل جدوله ازاي او بنا جدوله ازاي ودي الخطوة التالتة في الشغل بتاعه بعد ما قابل بطاقات وكتب عليها ورتبها طيب الحقيقة دي صورة للجدول بتاعه تقريبا بس بعد ما تعمل عليها شوية تعديلات التعديلات اللي معمولة طبعا لونها مختلف عن العناصر اللي هو جايبها تمام؟ انا حاول جيبلكم الصورة الحقيقية بتاعت الجدول بتاعه اهي زي نقف هنا على الصورة دي شوية كده نقدر نقول ان الحتة اللي لونها بام بدي في الجدول مش بتاعته دي فيه علماء جنب عري كده شافوا العناصر اللي كانت نقصة او اللي كان هو سايب لها اماكن فاضية وحطوها في الاماكن بتاعته وزي ما انت شايف فيه جروبس او اعمدة رئيسية وفيه بريودز او دورات افقية يبقى هو ده الجدول خلاص؟ تحت خالصة هوت بيقولك ايه؟ فيه علم اللي هي العناصر اللي هي باللون الاخضر من غير مربعات بيضة دي بتاعت مين؟ مندليفز لكن اللي هي عليها مربعات بيضة كده دي محاولات العالم دوبرينارسترايز او فيه علم خد جدوله وزود عليه شوية حاجات ما كانتش لسه كتشفت في زمن مين؟ في زمن العالم مندليف زي ما انت شايف في الجدول بالزبط وطبعا العناصر اللي هي احمر او وردي اكتشافات حديثة العناصر تانية كانت مشاعة او حاجات زي الجرمانيوم والفرانسيوم والحاجات دي ما كانتش لسه كتشفت في وقتهم فبدأوا يحطوها الى اخره زي ما انت شايف كل شيء الجدول يتطور لحد ما وصل للصورة اللي احنا؟ اللي احنا عارفين بس انا اهمني من الصورة دي انك تعرف ان فيه اعمدة رئيسية لهم نفس الخصائص ودورات افقية لهم نفس الخصائص فاذا جبت لك الجدول مثلا في الاختبار مثلا ولو بصيت معي في العمود اللي على الشمال خلص اللي هو الهيليم والنيون والارجون مثلا المجموعة دي لو انا جيت قلت لك ايه اللي يجمع بين العنصر اني ايه و ايه ار هتقول ليش انا معرفش قول لي زي هافزة سيمبرو برتز طب عرفنا منين؟ ما هم في نفس الجروب هو البرتكال جروب ما انتخذت الكلامنا فهمتني؟ ولما قلت لك مثلا ده علامة صحة وخطأ العنصر مثلا ايه ار اللي هو التالت ده والكي اللي جنبه مثلا هتقول لي لا دول ما نهمش نفس الخصائص ان ده في جروب وده في جروب تاني فخلي بالك انه ممكن يلعب بقى في الاسئلة من المعلومة التالتة اللي احنا قلناها دي ان لو الالمنت له نفس البربرتز العناصر اللي هو نفس الخصائص بيحطها في جروب 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 مش جروب طيب تعالوا نكمل خصية الرابعة او الحاجة الرابعة لازم نعرفها في درس النهاردة بعد ما الراجل محترم داعمل جدوله الحقيقة كان فيه ميزات فيه وفيه عيوب والاتنين بيتسالفهم في الاختبار كده صريحة من شنز ادفانتاجس اف مانداليف بريودك تابل يعني قولي مميزات جدول مانداليف اول حاجة هتقولها هي لفت جابس يعني سابق اماكن فاضي وهوريه لك هوريه لك جدول الحقيقي هو سابق اماكن فاضي علامة استفهم كده يبقى هي لفت اجروب او جابس فور ديسكوفرنج او ديسكوفر انيو اليمنتس يعني وكان عارف ان فيه لسه يعني هفاهم كل اعرفها زي يعني مش قولنا من شوية ان هو بيرتب ترتيب تصعودي وان كل بطاقة بتزيد على قبلها بواحد افترض ان انت عندك بطاقة عليها واحد وبطاقة عليها اثنين وبطاقة عليها اربعة طيب فيين وقم ثلاثة عادت دور في السبعة وستين عنصر اللي عندي مفيش ولا عنصر وزنه ثلاثة طيب سؤال ده معنى ان فيه عنصر لسه يكتشف وزنه ثلاثة فامساب مربع فاضي وامكاتب فيه رقم ثلاثة ده علامت استفهم فهمته والنظام اللي كان ماشي به زي كده واحد اثنين خمسة فين ثلاثة واربعة فخلاص يا واضحة ان فيه حاجات نقصة فامعمل عليه علامت استفهم فده ميزة تتحسب للراجل ده ان هو توقع اكتشاف عناصر كتيرة فخلي بالك الراجل ده ده ميزة كبيرة جدا عنده انه تنبأ وترك فراغات للايه للعناصر التي لم تكتشف الحاجة التانية ها كان الاوزان الزرية محسوبة قبل كده غلط مش غلط بشكل غير دقيق نوعا ما وكان فيه محاولات العلماء عرب ومسلمين في حساب الوزن الزرية كان فيه بس اخطاء بسيطة عندهم يعني جزء من جزء من جزء من جرام يعني حاجات لا تحتسب يعني بس هو الراجل ده صلحها فقد ترخيره برضه ان هو عدل شوية اوزان زرية لبعض العلماء والجهود الناس اللي قبليه اللي هم حسبوا الوزن الزرية هتقول لي مش هو اللي اخترع الوزن الزرية لأ هو جي لا فيه اوزان زرية فبدأ يخترع طريقة لترتيبهم حسب وزنهم الزرية بس ما فيش ولاحد فيهم قال لي ان الخواص بتاعة العناصر هتتكرر بشكل دوري هو ده اللي قال كده عشان كده سمى جدول دوري بريودك ركز بريودك تيبل هو اكتشف دورية وتكرار الخواص ما اكتشفش حاجة اسمه الاتومك ويت ما اكتشفش دي طيب تعالوا نشوف نكمل لو سألتك على المميزات هتقول لي الاتنين دول وتحفظهم لي وتتدرب انك تكتبهم كتير جدا طيب اي حاجة في الدنيا زي ما لها مميزات لها ايه لها عيوب يا طرى ايه اهم عيوبه لان انا شفت في موقع قبل كده كانت بين ان فيه خمستاشر عيب رئيسي في جدول مندليف انت مش عليك حاجة من دي انت عليك حاجة بمسيطة خالص في العيوب ايه هي الدس ادفانتجز بقى او العيوب تعالوا نشوف جاب لنا كم واحد العيب الاولاني بيقولك ايه وهو ماشي بالترتيب بتاعه اضطر يخلي بالترتيب ليه لانه لقى مثلا عنصر ترتيبه الطبيعي في تكرار الخواص المفروض يتحط هنا بس هو خواصه زي المجموعة دي فقام شايله حطه في المجموعة التانية بس كده الارقام اتغيرت انت بتقول ان كل واحد هيزيد عن القبليه بمقدر رقم واحد لا انت كنا ممكن تلاقي عنصر وتشام مكانه وراح في حتة تانية فالترتيب بتاعه باص ليه علشان يضطر يعمل كده؟ عايز يحط كل عنصر مع الخصائص مع العناصر اللي هي شبهه فقالك او يعني خلل او مشكلة انهيز ارانجمنت في الترتيب بتاع العناصر ليه السبب؟ لو قالك في الاختبار جيفريزون قل لي علشان او تو بوت يعني انهيز جروب ذات هاف ذا سيم بروبيرتز او ذات سوت هز بروبيرتز فاهميني او ايه؟ يعني عشان يحط كل عنصر مع مجموعته اللي تناسب الخصائص بتاعته مجموعته اللي تناسب خصائصه انه يجي هنا ما يتحطش هنا فاهميني او ايه شباب؟ الحاجة الاغرب من كده تخيل معايا كده الجدول بعد ما تعمل تلاقي فيه خانة في الجدول زي ما شوفنا من شوية وزي ما هنشوف دلوقتي فيها عنصرين جنب بعض طب يعني ايه الكلام ده؟ احنا مش قلنا الجدول ده مربعات كل مربع فيه كارت او بطاقة؟ قالك اه بس انا لقيت ان فيها عناصر لها نفس الخصائص يعني عنصرين لهم زي سيم بروبيرتز بالزبط فانا مطرحتهم جنب بعض طب ازاي بقى الكلام ده؟ طبعا ما كانوش يكتشفوا في الوقت ده حاجة اسمها النظائر يعني ايه النظائر؟ او الايزوتوبس الايزوتوبس دي بقى كتشفت بعد مندليف بسنوات ان مثلا ممكن بعندي زراتين اكسجين بس فيها تقل متانية شوي لان عدد النيترونات اللي عملها الشحنة في الزرة اتقل او اكتر فهذا اكسجين وده اكسجين ونفس الخصائص والذين لو تنفستمها تعيش عادي بس الفكرة كلها الزرات بتاعت النظير ده اتقل من اللي جنبه علشان فيه نيترونات في النواق اكتر شوية هي كانت ديل واث ايزوتوبس يعني مقدرش يتعامل مع الايزوتوبس مش فاهم يعني ايه ايزوتوبس اصلا ديوتو زا دفرانت ان اتومي كويت حسب اختلافهم في الايه؟ في الاتومي كويت بتاعهم يبقى خلو بالك يا شباب فيه شوية عقبة اتواجهته معرفش يتغلب عليها فاحنا اخدناها عليك عيو كده نعتبر خلصنا جدوى المندليف واتمنى ان احنا نذكره كويس وهسيب لكو شوية اسئلة كده يعني الحاجات النظرية لو تلاحز كل حاجات اللقتي النظرية يعني عايزة حافزه وعايزة تركيه شوية وان شاء الله المرة الجاي هنبدأ نشوف المحاولتين التانين وهناخد شوية التدريبات عليهم برضو واتمنى تكونوا استفادتهم معنا وان شاء الله الى اللقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة